استاذ عبدالسلام من اسكندرية. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضل يا استاذ عبدالسلام. اه يا عبدالسلام. انا عندي مشكلة مع بنتين. بناتي. اه. سنهم كام? اه واحدة اربعة وثلاثين ومتجوزة وعندها ثلاثة اولاد. بالا ست ستين. والتانية? اربعة وعشرين ولا كام? خمسة وعشرين. طيب. ممكن ممكن مستاذة عبدالسلام ممكن اتمنى على حضرك ان حضرك توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون? تمام تحت عمرك. طيب. الاولانية متجوزة وجوزة محترم وقويش وبنناس وبيخاف عليها. بس ازن المشاكل ازن المشاكل دي قبل الجواز. يعني المشاكل دي من زمان. لا 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 المشاكل دي بعد الجواز حنك. يعني المشاكل دي بقت عندك بعد الجواز. ايه بقى نوع المشاكل? النوع المشاكل ان هم لو عاشوا شهر كويسين يقعدوا خمس ستة شهر مش كويسين. دي ما دي ازن ازن دي مش عندك مشاكل مع بناتك. عندك مشاكل عندي بناتك. نعم نعم لهم عندهم مشاكل. اه يبقى مشاكل عندي بناتك. اه. ايوة ايوة. فالكبيرة عندها تلات اولاد ووزة محترم وبيشتغل وبيصرف عليهم وكل حاجة. بس الجوة عندهم بيحصل في كعبلة. ويحصل مشابرات. يشدوا مع بعض ويسيبوا البيت واضربوا بعض. فيه ناس طبيا. عليكم بيحصل بنا ست سنين. فيه ناش قالوا ما عمل لهم حاجات بقى وسحروا في المقابر وي وي وي. فاحنا بقى لنا ست سنين في الموضوع ده. نعمله ايه? اقول له حضرك نعمله ايه? اه عايز تكلم على اه بنت اه بنتك اللي عندها خمسة وعشرين سنة كمان متجوز وعندها نفس الاحوال? لا مش متجوز وعندها نفس الاحوالية. كانت مخطوبة وفكنا الخطوبة اه فالناس 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 اخدوا البيت كده ايه? مع بعضه كله البيت كله معموله عمل وكلام ده. اللي اقل لك كده ده نصاب. لا لا ده 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 مكان وديه مكان حضرتك. طيب انا بس بقول لك اه اللي قال لك انهم ما ماعمل لهم عمل ده نصاب ولا ماعمل لهم عمل ولا يحزنون. انا ليه قلت انه معانيuv الله السيد يعب السلام ولا مش ولا ايه طيب ليه بقى ان احنا لما بنقول كده للناس ايه اللي حاصل الناس بتقولي ازاي الكلام ده ومش السحر في القرآن اه صعي السحر في القرآن مع السماوات في القرآن والارض في القرآن وعصى سيدنا موسى في القرآن وعيون سيدنا موسى موجودة في القرآن هو كل حاجة في القرآن لازم تكون عند الفاتي ابدا و poem يحصل اللي بيحصل إن احنا أصلاً أستاذ عبد السلام هو بيكلمني أنا عدت ثلاث أسباب من أسباب الخلافات الزوجية هو بيكلمني بس يعني هو بيحكي لي أول حاجة مسألة بسيطة خالص هو بيقول لي إن هم متجوزين بقالهم ست سنين وعندهم ثلاث أولاد يبقى إيه اللي حاصل بنته بتخلف وتقعد ما بتكملش الرضاع وتخلف تاني وتخلف تاني فده معناه إيه؟ معناه إن فترات العيش المشترك والعيش الهادئ والعيش غير المضغوط ما بينها وبين زوجها وليلة إضافة إلى الأعباء اللي حصلت لهم في مدة ست سنين فده ما فيش تباعد ما بين الحمل فايدة التباعد ما بين الحمل في الظروف اللي إحنا فيها دي إن تخل الناس بالتعبير المصري كده تشم نفسها وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ملاطيق فالراجل عايز يعيش مع زوجته ويعيشه شيء من اللطف لكن هو كل شوية لا ينقطع عن البيت البكاء الأطفال الصغار والأعباء والحمل وتكلفة الحمل طيب هلازم يبقى فيه المشكلة دي؟ أما بنت حضرتك اللي هي عندها 25 سنة واتخطبت وفركشته يا أما بيحصل الكلام ده أنا بعجب من الناس بشدة إن الناس تيجي تقول إن الناس ما بقاش عندهم اتزان ويا الناس يمكن 3-4 الناس عندهم اضطرابات نفسه فلما يحصل في العلاقات إن واحد النهاردة يبقى عنده ميزاج لطيف فيكون عايز يتقارب وعايز يتجاوز بنتي أو بعد كده يفركش نستغرى بالكلام ده إحنا محتاجين نعمل حاجة تانية بس إحنا محتاجين نفضل وثقين بمدد ربنا ونفضل عارفين إن ربنا لن يدعنا وعشان نكون وثقين بده لازم ناخد الخطوات الإيجابية عشان نعمل ده ابنك وبنتك يا حاجة عبد السلام بنتينك البنت الأولانية هي محتاجة تروح لي جلسات الإرشاد الزواجي وتروح لخبير في العلاقات الزوجية للأسف الحالة بقيت تفاصيلة واضحة إن هي صعبة ولازم نرفع إيدنا عن بيوت أولادنا وما نتدخلش فيها ونسيب فرصة لأولادنا إنهم يعيشوا ويجربوا لكن تقييمنا للأشياء قد يكون مخالف جداً لإمكانية أولادنا خلينا ندي لأولادنا فرصة إنهم يجربوا ويعيشوا ونبقى إحنا ننتقل من حيز المسؤولين إلى حيز المستشارين لأولادنا فقط لإن أولادنا عبيد لله زي ما إحنا عبيد لله ترجمة نانسي قنقر